نرى يا شباب هنتكلم عن الخاصية رقم ثلاثة من خوص عضلة القلب اللي هي خاصية الكنتراكتلتي عايزك بقى تركز معايا كده وتصحصح معايا خاصية الكنتراكتلتي ده شباب هي يعني استكمالا لخاصية الاجزايتابلتي اللي احنا كنا اخدناها اول خاصية لو انت فاكر عشان تفهم الكلام اللي انا جواب لك ده عضلة القلب يا شباب مهما تجيبها ومهما توديها عبارة عن جزئين جزء عضل يتمثل في اقدار القلب ذات نفسه اللي هي عضلة القلب ذات نفسها يبقى انا عندها شباب جزء عضلي وجزء اخر جزء عصبي اللي هو كان عبارة عن الايه عن اللي انا كنت بقولك بتطلع الكهرباء اللي كنت بقولها لك ان هي مدافع الكهرباء اللي هما بين الاس اي نود والاي في نود والاي في نود والاي في نود والاي البركينجي فايد صح ما انا قلت هنا مش جبت هنا المصادر بتاعت الكهرباء في القلب صح الاوتو مارك سولز اللي هي الخنالة اللي بتشغل القلب يعني والجزء ده الجزء العصري ده يعتبر احنا اخذناه في خاصية الاوتو ماتيسيتي اللي هي الخاصية رقم اتنين صح؟ اللي انا نزلت عليها ثلاث فيديوهات فالخاصية رقم اتنين اللي هي الاوتو ماتيسيتي كانت بتتكلم عن الجزء العصري الكهرباء بها بتطلع ازاي مش عارفوا تاندا انما الخاصية رقم واحد يا شباب اللي هي اكزايتابيرتي بتقول لك اللي هي الخاصية رقم واحد كانت بتحكي عن ايه اللي بيحصل في العضلة ده هي بتاعت القلب اول ما الكهرباء بتبدأ توصل لها من الاماكن اللي بتطلعها الكهرباء او الجزء العصري يعني صح ومغلطان وعرفت معايا ان اول ما الكهرباء بتوصل للجزء العضل من القلب بيعمل حاجة اسمها اكشن جوتنشل يعني الجزء العضل ده شباب اللي وصلوا للك الكهرباء ده عضلت القلب يعني الجدار بكالقلب اول ما وصلوا لقلب أول ما وصلوا إلى الكهرباء، ماشي، هعمل إيه؟ عمل أكشن بوتينشا حسن لو ما حصلتش، الأكشن بوتينشا يساوي الإكزايتابلتي اللي هي خاصية إيه؟ الإكزايتابلتي اللي إحنا نخيبناه مع بعض فهو خلاص يا عم محمد عضرت القلب دلوقتي بالصالع النبي اللي هي جدر القلب له ووصلها إلى الكهرباء إيه المرحلة عنها بدور؟ هي مرحلة الإنقبار، خلاص، كهرباء وصلت لي؟ وصلت أنا بتشحنت الكهرباء كعالة بقيا دم، خش جواها عشان أنا هنقبض دلوقتي إمان الخاصية الثانية بعد الإكزايتابلتي هي الـ أه، الـ يعني عايزة أقولك إيه؟ عايزة وصل لك معلومة بسكتة جداً الـ المفروض إن هي بعد الإكزايتابلتي او بعد الإكزايتابلتي أو بعد الأكشن بوتينشا أول ما الـ يوصل لي، القهربة يوصل لي، الجزء العضلي من القلب، الجزء العضلي من القلب، لقضل القلب يعني؟ هيبدأ القلب ده يا شباب يعمل انقضاء عشان تفهم الكلام ده بمثال متحك للغاية تعال فاهمك الخصوصة عشان زي ده حضرتك ده انت وده اخوك اهو اخوك وده باشا ابوك الاب الروح للعائلة الاب الحقيقي طبعا يعني الاب الفعل يعني اهه وده ابوك وده انت وده ايه اخوك انت واخوك ما بينكم مشاكل على لبس العيد بس كم في بعض مين ياخد الطعم الاسود ومين ياخد الطعم الايق المسلا ايه طعم ها؟ حضرتك جريت على ابوك على طوله عملت اديله فودانه عملت شاعل الفي بابا تشاعل الفي بابا طوله بابا انا عايز اخد الطعمين يا اخي اطمعك تشاعل الفي بابا فبابا ولع فراح ماسك الشبشب وراح خطه فاخوك قاله بقولك ايه؟ انت هلا ولا ادي الطعمين لاخوك كده وروح عايد عند انتك خالد انت هتجب لك طعم يلا يا حبيبي طرد اخوك من البيت اخوك اعمل شاعل فيه هي نفس القصة بالضبط اللي حصل يا عايزي هنا مع ابوك ان ابوك استجاب ليك وابوك تشعلني وخبط الشبشب فاخوك وطرد من البيت ده نفس اللي بيحصل بالضبط الجزء العصبي الجزء العصبي بعد كهربته للجزء العضلي كهربه 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 جزء العضلي خلاص عايز يفضل الجواء عايز يفرغ الكهربة دي فبيفرغها على هاية يا شباب يوم ينقبط يوم يقول لك اه انا كده اتاح زي لو اموك بالضبط لما الاخوك فضل يشعل فيه تمام وراح تارضك من البيت على طول هي دي لفص القصة يا شباب هي دي الرواية هي دي الكلام اخو باكنا بحاجة لفاهيمك اللي اماشي ازاي تعلمسي بقى الجزء ده كده والجزء ده يعني بس كده علشان نتكلم بقى فيه الكلام الجد بص جميعا حضرتك انت اخدت في الاجزايتابينيتي صح؟ شكل الكهربا شكلها شباب الكهربة اول ما بتوصل خلايا بتاعة خلينا نرسمها تحت هنا ايه اخشنا بالاجزايتابينيتي شكل الكهربا اول ما بتوصل لالخلايا العضلية او للجزء العضلي من القلب حصل او بحصلش كان شكل الكهربا في الجزء العضلي ربانك بالشكل ده احنا اتكلمنا كده مع بعض كان بيبدأ من عملي سليب تسعير وكان بيطلع بالـ ده كان ديبولاريزيشن عام محمد يعني نحت الموجب وبعد كده كان ينزل بالـ ناحية تحت نازل ناحية تحت اهو بعد كده ينزل ناحية تحت اهو صح كده يا شباب؟ طيب وبعدين وبعد ما انزلت عام محمد للـ أوصل للـ بالراحة تاني اه ده الـ ده كان الـ الجزء العضلي واللي اخدناها على بعد في مرحلة الـ الـ طيب تعالى بقى طيب تعالى بقى طيب تعالى بقى عايزة كده نتكلم مع بعض على حاجة مهمة قوي عام محمد مش دي النقطة دي كده هي بداية دخول الكهرباء صح؟ مش هتألنك انت الوقت بتقول دي الكهرباء فالقلب كده دخله الكهرباء من هنا صح؟ يا هي بداية الكهرباء يعني لو جيت قلتلك ارسمني منحنة لبداية انقباض القلب القلب وخلاص وصله الكهرباء في المفروض انه ايه؟ هيخش في الكهرباء كده صح كده؟ هيعمل انقباض حصل؟ فالانقباض بتاع القلبه شاب هيبدأ من هنا حتى تلاقي المنحنة بتاع الانقباض عن الكده طالع كده ما انت طالع تoting ارتشحن القلب على القلب Nieتشحن القلب وانتنظر فلأجح Geneتشحن الجهرباء والجزئيه هي فلو انتم فاكرين خببالك كان بيدخل فيها ايان مهم جدا لعمليات الح która ايان الكالسيوم فهتيجه ببص الركرويف بتاعك اللي كان بدء من هنا كده وصايت الحتة دي كان بيدخل فيها الكالسيوم mà اللي كنا بنسميها البلاتو كانت المنحنة بالنحنة كان بيدخل فيها ايان الكالسيوم تم انه shed了 الانقباض إذا المنحلة بتاع الإنقباض هتلاقيه طالع لفوق كده يجي هنا أول من الجزء ده كده يبدأ هنا كده تلاقي لإيه المنحلة طالع معك كده صح؟ ومع نهاية الجزء المستقيم ده شباب كانت البوابات بتاعت الكالسيان بتقفل فهتلاقي الكيرف ده شباب بدأ ينزل بتحت كده حصل لو حصلش فعشان كده يا عزيزي بنقول إن الجزء ده هو من الكيرف هو الإنقباض أو بيمثل الإنقباض والجزء ده هو من الكيرف بيمثل الإنبساط بالإنجليش الإنقباض يعني سيستول ركز بقى معيه والإنبساط يعني داياستول طلع لتعريف للسيستول دلوقتي يلا وتعريف للدياستول مع العلم أمنه قبل بس ما اتطلبية تعريف خبارك المرحلة ده هيسمها صمول ريبولاريزيشن مش هاتفقنا ان تلت حتة دول يا شباب اسمهم ريبولاريزيشن فكريم دي كان اسمها ديبولاريزيشن من ي тайدي الدول والحتة دي كانت المقاعدة والحتة دي كانت اسمها البلاتو والحتة دي كانت اسمها الرابد رابد ربولاريزيشن عوصل من ثلاثة دول على بعض كانت اسمها ريبولاريزيشن الحتة دي مقاعدة proteiشن طلع لتى في العنيين سيستول فقط مع بداية الـ . ليس الـ . دلوقتي البداية بتعطو فإحنا عارفين شباب أن أي أي عيون 곡 في الدنيا عبارة عن و هذا ما هي بداية الـ فتأجد أن الكتاب يقولك أن الـ كان'stool يبدأ مع بداية الـ صحيح الحاجة الثانية يقولك أن الـ خبالك يبدأ مع الرابد 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 اللي هي الحتة دي كده اه مع بداية خلاص الكالسا ما ما عادش بيخش بقفل هنا يبقى انا هابدى اعمل ايه بقى امبسط تاني في امت حاجة؟ يبقى اخوا بقشة منحنيين اللي هنحطنوهم على بعض دول وكأني بقولك اه الانقباط والانبساط بتاع عضلة القلب ده بيحصل امتى من لحظة دخول القهربة في امت حاجة اهو ده القهرب كاعة القلب او عضلة القلب نفسها يعني ماشي الجزء اللي بينقبل وهنا مثلت لك الانقباط هيبدأ امتى والانبساط هيبدأ ايه؟ هيبدأ امتى ماشي هابدى حتة نفوما اتمنى ان هي بقولنى فوما عشان ننقل دول وقت على حتة مهمة جدا انا اخد دلوقتي ان شاء الله مع بعض العلمان مهم جدا اسمه فاكتور افكتنج يعني في عوامل بتؤثر على اول فاكتور يا شباب او اول عامل معنا هو طول الالياف العضلية بتاعت القلب عشان نفهم طول الالياف العضلية بتاعت القلب او المصل فايبر يعني بتاعت الهارت ده شباب بتأثر ازاي على قدرته ام جاي عالم اسمه فرانك ستارلينج وامحاطة قانون او قاعدة كده سماها ستارلينجلوب اسمه ستارلينجلوب قاعدة او قانون ستارلينجلوب القاعدة دي بتاختصار عشان تفهمها هنرسل القلب مع بعض عسيه كده قاعد القلب الجميل اهو نزدد بس الرسمة كده علشان ما انتهش من بعضنا طيب حلو قادر رسمة بتاعت الاشياب القلب حضرات المفروض عارف ان القلب عبارة عن بطينين واؤزينين كل ازين بيفتح في البطين اللي تحتيه عطول بسمام يعني فيه كل بين كل واحد وواحد كده ايه سمام بيسمح بمرور الدم من الازين للبطين اللي تحتيه جميل او عارفين كمان ان الدم بيرجع من الجسم كله للقلب عن طريق مجموعة من الاؤوردة خبالة مجموعة من ايه شباب الاوردة والاوردة دي بتبدأ تصب الدم اول في الازين ده ويؤيف الازين ده وبعد كده الدم ده بيروح من Advanceين ليتحدها من والاذين للبطني اللي تحتيه الدم اللي بيرجع مع الاوردة لانه بيرجع مع الاوردة بنسميه فينس جاء من كمية ذين جاء من وريد يعني يعني الدم اللي رجع مع الوريد اه اه حاجة اوه فلو كان الكمية الدم اللي رجع مع الوريد قد كده مثلا فترفقًا يعني فالكمية دي هى تنسل تحت اهل وهتبدأ الكمية هى تضغط على الدمار بتاع الفنتريكل فойти Strikes prima في الكلام ولكن الكلام ده بقى ايه المهم. تخيل الجدار بتاع الفينتريكل ده. الجدار يطمط يعني يطول بس احنا هنا بنتول بالعرض. مش بنتول كده. لا. الاستطالة في العضلة بتاعة قلبه شباب او في الفينتريكل بتبقى العرض. المهم. فمدل ما يبقى كده في الطبيعي. لا كمية الدم دي نزل ده شباب. ولوه بسيطة هتعمل حتى ايه ضغط على الفينتريكل. فتلاقي الفينتريكل شباب بيعمل ازاي بقى ايه بقى الجدار بتاعك لحد هنا كده. يعني حصل ايش يا ماب? حصل زيارة في طول العضلة. اهو بقى طول العضلة هنا كده. حلو. جميل. طب لو كمية الدم كانت كبيرة شويتين. هتنزل تحت. تنزل تحت برضوك الفينتريكل. هتعمل ضغط اكبر على الجدار. فتخلي طول الفينتريكل ده. ماشي? طول الفينتريكل يبقى اكبر حبيتين. يعني مسلا يوصل لحد هنا كده. مسلا يعني فتلاقي لا. ده حصل استطالة شوية. الطول بتاع الفينتريكل زاد. وكزا كل ما هتزود كل ما. ها? كل ما يحصل استطالة اكتر زما انت حقيقة زما انت شفت كبير. جميل اكرم. يبقى انت درت انقبل نحط تستانت這些 من الكلام ان اقولتم. انما كل ما زاد الفينسTimeractive كل ما زاد الدم اللي بيخش له الكزين من الاول مع الاول ketema من الاول خالص كل ما هيزيد يا شباب كل ما هيزيد الطول الطول اللينس. اللينس بتاع مين ا arrogantهم. كل ما زاد اللينس بتاعłu كل ما زاد الطول الطول القłychاء العضلية بتاعها الفينتريكل يعني كل ما زال من الاخر العضبة يعني طول العضبة زيت طيب حلو أبو طيب أسألك بقى سؤال هنا أيهما في الحالتين يعني في الحالتين ما شرقم دلوقتي يعني الحالة كان فيها دم قليل وعمل الطول صغنطط ودى الحالة كان فيها دم كبير وعمل الطول كبير شوية أيهمه بقى خب بالك البطاينين هينقبضوا بشكل أقوى أيهما واحد سامو هناك هو شاطر شاطر هيقول هو والله هيقول اللي حصل فيها شباب استطالة كبيرة اللي هو ده اللي حصل في استطالة كبيرة لأنه اتشحن كتير 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 فهيقوم ونفجر مرة واحدة هيعمل انقباض جامد يبقى تيه الحاجة التالتة شباب كل ما زاد كل ما هيزيد يا شباب كل ما زادت قوة الانقباض عايز تفتكرها يفتكرها بحاجة بسطة قوي الاستيك انت لو جبت الاستيك بسكته كده وقمت ساحب بسا لحد هنا وقمت سايدبه هل ساعة كلاسعة بسيطة صح؟ لكن لو شديت والبعيد قومت سايدبه ايه اللي يحصل الى ساعة كلاسعة جامده قوي هنا نفس القصة انت مطيت لحد هنا الانقباض بتاعك ستكون صغير لكن هنا انت مطيت او استطالت استطالة طويلة فهيكون الانقباض بتاعك اكبر شوية يبقى شباب خلاصة والكلام اللي تحت انك تكون عارف التلت كلمات دون لو انت زودت هيزيد طويلة عضلة بتاعتك فبالتالي هيزيد الانقباض بتاعك تحديدا جيح قالك تعالشوا بقى الكلام اللي عندك بالزبط قالك يعني في الحدود الطبيعية والمسموح بيها كل ما انت تزود كل ما انت تزود الطول بتاعك العضلة كل ما يكون الانقباض اعلى كل ما يكون الانقباض اهو هقول لك يعني قوة الانقباض كل ما يكون الانقباض اهو كل ما يكون الانقباض كل ما يكون الانقباض كبير بس اهم حاجة ما تزود ليش الطول قوي يعني ما تزود ليش الطول قوي يعني ما تدخليش لود او حمل من الدم كتير على الفنتركل فتعمل استطالة كبيرة في العضلة بتاعت القلب تخلي القلب وقتها ما عادش اقادر يعمل الانقباض يعني ما عادش عارف في انقبض لا في المعقول وكأن ستارلينج بيقول لك في حدود المنطقي في الطبيعي كل ما تزود الطول يعني تلعب في الانقباض الانقباض كل ما هيحصل زيادة او نقص في الانقباض حسب الطول انت حط زي ما فههم زي ما قلت لك انا كده عشان كده وقلت وده كلمة وهمة جدا يعني انت ما تخليش عضلة القلب رطوة الاول منك فما عادش عفت رجع تاني وصلت هنا قالك ايه بعد كده اما جاي قالك تاب بص بقى عشان نكون احنا صراح في السيولوجيكالي ده وقلت كده في الكتاب قالك ان اللي بي حد طول قولك كده فعلي قولك ان او يعني الطول بتاع عضلة القلب ده شباب ده او يعني ايه كلمة ديترمند ده شباب كلمة ديترمند باي يعني بيتحدد من خلال كمية مش احنا اتفقنا ان الطول بتاع عضلة القلب ده شباب اللي هي الحتة لي يعمل بيتوقف على مين اللي بيحديده مين كمية الدم اللي هتنزل فيه او اللي هي بتسميها صح يبقى هنا بيتدرمند من خلال اللي هيبقى او اللي هيملي يعني ايه يعني اللي بيملق في نهاية في نهاية الانبساط يعني شوف في نهاية الانبساط كده كمية الدم اللي هتنزل دي هي اللي هتحدد طول ايه هي اللي هتحدد ده شباب طول العضلة بتاعتي بس ده شباب بالنسبة للستارلينجلو كده انا فهمتلك في الاول جبتلك الخلاصة بتاعة ستارلينجلو في الاول وبعد كده فصصنا الكلام اللي هو كاتبه عندك علشان بيبقى شيء اي حاجة هناخد الحاجة التانية يا شباب اللي بتأثر على ها اللي بتأثر على الكونتركتي بي鼓دم Lieutenant يا شباب الخير iets IS يعني بيقولك انه في بعض الحالات بتؤثر على ده شباب يعني قوة وتروبك يعني تؤثر لأنه في بعض الحالات بتؤثر على قوة القلب الحالات دي قد تؤثر علي قوة القلب بالسالبية يعني بالسالب فبيسميها Also good يعني UI يعني حاجات بتأثر على القلب بشكل سلبي فأكيد إن هي هتقلل من الانقباضية بتاعته وفي حاجات تانية بتأثر بشكل إيجابي فبنسميها وبالتالي أو أكيد جدا إن هي هتعمل إيه شباب هتزود أو هتعلي من الانقباضية بتاعته أو قدرته عداء تقباض جايد قبل ركز ده معي أخذتنا قبل كده يا شباب إن أنا عندي جزء في الجهاز العصري اسمه الجهاز السنباثاو وجزء آخر اسمه الجهاز البرسنباثاو عرفت قبل كده إن السنباثاو ده هو بيزود من كهربة القلب فاكرين؟ والجهاز البرسنباثاو ده كان بيقلل من كهربة القلب فاكرين الكلام ده؟ في الفيديو بتاع الريزمساتي أو الوتوماتيساتي قلنا الكلام ده؟ فأنا واحد بزود من كهربة القلب واحد بقلب من كهربة القلب فأكيد هأثر على الانقباض صح؟ ما هو بصري شاب ما هي القهرابة دي هل تخلينا انقبض في الآخر صح؟ فلما زود قدرابة القلب مع السمبستاتك وكأنني أقول لك أنت هتزود في الآخر بإيه؟ صح؟ ضربات القلب. ولما أقول لك مع البراسمبستاتك ده أن أنت هتقلل من إيه؟ من قرارات القلب يبقى في الآخر برضو أنت هتقلل من قباط القلب. جميل. يبقى أنا هاخد السمبستاتك ده من الآخر. أكتبه هنا في الحياة اللي بتزود. ها؟ هكتب إيه؟ على الجانب الآخر هكتب البارا ها؟ جميل جدا. ترقم واحد. مين؟ مين؟ المواد الكيميائية؟ أو الهرمونات اللي بتشتعلها نفس الشغلانة؟ فاكرينها أنتو؟ اللي إنا أخدناها برضو اللي بتزود قرارات القلب و بتزود قرارات مين؟ كان مين إنجز؟ أيوة شاطر سمعك. شاطر حاجة اسمها يا شباب النور. قدرينها لنه؟ صح؟ والجانب الآخر مادة كيميائية بتقلل من ضربات القلب أو منطباط القلب هي إيه؟ الأسطايل كولين. جميل جدا. رقم اثنين. الوقت أنا أعيز شيء تاني عام محمد تكون بتزود ضربات القلب. قال لك فيه دواء أو تعالي أخد هذا أول. حاجة اسمها الزانثينز. الزانثينز دي يا شباب زي مين؟ قال لك زي مادة الكافيين. عشان تفهم بس أنا أصدقين. مادة الكافيين يا شباب اللي هي موجودة في القهوة. أو الثايو فيلم اللي بيبقى حتى موجود في الشائل. الثايو فيلم لا موجود في الشائل. الحاجات دي أو المواد ده شباب يسميها الزانثينز. الزانثينز دول ماشي. بيعلوا من ضربات القلب. بيعلوا من ضربات القلب. تعال لك كده الواحد شارب قهوة. لو أول مثلا مرة يشوق في حياته. لك أنا مش عارف أنا حيس من ضربات قلبي. بدأت إيه؟ حيس بالخفاقان بتاعه. يبقى أول إذا فعلا كافيين وي. او المواد اللي راح بنسميها الزانثين دول. بيعلوا من ضربات القلب. نخلينا في الجامل عشان خلاص مرة واحدة بعد كده نخش على الحياة اللي متقلق. رقم ثلاثة. فيه شباب حاجة مهمة جدا نازم تفهمها. فيه دوا اسمه الديجي تاليز. الديجي تاليز ده هو. بيعلي من ضربات القلب. شمع زه. من آخر هو بيشتغل بطريقة ما كده. بيخلي الكالسيا من اللي دخل جوا عضلة القلب ما يطلعش منها. او يطلع بنسب قليلة. خبال بيطلع بنسب قليلة. معنى كده ايه؟ معنى ان الكالسيوم يطلع من عضلة القلب بنسب قليلة. او يقلم خروج الكالسيوم. معنى كده تب كالسيوم ده بيخلي الانقباط بتاع القلب يبقى حلو. القلب يحتاجه عشان ينقض. صح؟ فمعنى كده يا عام محمد الانقباط بتاع القلب فعلا هيبقى ايه؟ هيبقى عالي. يبقى الديجي تاليز بيمنع من خروج او بيقال من خروج الكالسيوم. بطريقة ما مشروح قوي عشان ما عايز دروس دي. فبالتالي هيزود من قوة الانقباط بتاع القلب. رجم اربعة شباب حاجة اسمها الجلوكاجون. الجلوكاجون هرمون اللي هو هرمون الجليكاجون. لو انت فاكر ده كان هرمون بيطلع من البنكرياس. وكان بيعمل على تحويل الجليكوجين الموجود في الكبد يحوله السكر في الدم. صح؟ انا مش فاكروا صح؟ بيعمل على تحويل الجليكوجين لما يكون السكر بتاعك. وليل فيجى على مادة اسمها الجليكوجين بتتخزن في الكبد يحولها كتاني الجلوكوز لسكر. وده كان هرمون بيشتغل عكس هرمون الانسولين. اللي كان بياخد الدم كتير في جسمك يحوله الجليكوجين مخزن في الكبد. عشان لو ايه؟ لو حصل انخفات في السكر يدخل الجليكوجون ويحاول الجليكوجين لسكر. وهكذا. المهم، لقينا يا شباب ان هذا الجليكوجون بيأثر على القلب وبيرفع من ضربات القلب. ازاي؟ هو بشكل ما او بطريقة ما بيعمل على فتح نوع كده مخصص من قنوات الكالسيوم. ماشي موجود في طبقات القلب او في خلال القلب يعني في عضلة القلب. فلما هيفتح النوع ده من قنوات الكالسيوم. هيسمح بمرور الكالسيوم جوه عضلة القلب فهتخلي الانقباض بتاع عضلة القلب يزيد. وصلت او ما وصلتش. جميل او. يبقى الجليكوجون ده هو بيعمل على زيارة ضربات القلب. او زيارة انقبارة بتاع عضلة القلب. طيب. حيط. دعنا بقى نروح على الجانب الاخر. الوقت يا عم محمد. لو حصل ده رقم واحد خبانا كن. حتى اللي بتقلل ايه انقباض للقلب. رقم اتنين. لو حصل لا قدر الله عم محمد او 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 يعني. كان الشخص ده عنده حاجة اسمه اسكيميا. اسكيميا يا شباب. ده عضلة القلب هيا. في جزء عم محمد ولياكن مثلا. طبعا ده الاثنين مثلا ده الاثنين وده البطينين. في جزء هنا في عضلة القلب هحصل له اسكيميا. اسكيميا يعني يا شباب اسكيميا. يعني معادش بيوصل له الغذة بتاعه من الدم. معادش بيوصل له الدم الكافي. للجزء دام للقلب. فالى حد ما خلاص ده شبه ميت. ما بيشغل معانا. فهل تعتقد ان عضلة القلب هتبقى ضربات القلب بتاعتك. او الانقباض بتاع عضلة القلب ده. هيبقى كويس. لا. اكيد لو في اسكيميا صح؟ في اسكيميا. في جزء معايد. من الفنتريكل مثلا. هيحصل ايه؟ هيحصل ديس فانكشن. يعني هيحصل خلاص الوظيفة. وبالتالي ضربات قلبة تبقى ايه؟ ولا يلا. حاجة تانية مهمة جدا. واحد مثلا عنده هارت فيلير. واحد عنده شاب هارت فيلير. يعني هارت فيلير عنده فشل في ايه بص؟ عضل قلب بتاعته الى حد من الشغال. بتستقبل الدم في الفنتريكل. بس الفنتريكل ده مش قادر يضخها. مش قادر يطلعها عاصل. ده مرض خبالك. فالناس اللي عندهم هارت فيلير. هتلاقي الانخباط بتاعه. مفيش. ميت. ميح يابا. طيب. حاجة رقم. ده رقم ثلاثة. رقم اربعة. وهم هو بقى رقم اربعة دي. خبالك. الناس يا باشا اللي هم بياخدوا مواد. بنسميها الكالسيوم أنتاجونست. أنتاجونست. في بعض المواد كده. بتمنع من دخول الكالسيوم. او بتقفل قنوات الكالسيوم. عندما الكالسيوم ده اللي كان بسبع الانكباط. طب أنا مناعت دخوله. مناعت دخوله. بيبقى ايه الانكباط بتاعك هيبقى ايه يا شباب. هيبقى ايه لحد ما تعبعده. نفس القصة هتلاقي اتبع عندك بعض المواد الانا فيتكس. اللي لا سيتيكس يعني ايه. يعني اللي هم المواد ينها بتخضر العيال اللي هو البنج. على فكرة بقى في بعض الدراجز أو بعض الأدوية اللي بتخضر العيال اللي بتخليه جميعا عشان تعرف تعمل عملية أو كده بتقلل من ضربات القلب بتقلل من انقباط القلب تفهمت حاجة؟ لأنها بتقفل بتشتغل على الكالسيوم فبتقفل القنوات دي فبتقلل من انقباط القلب طيب تعال نخش على رقم خمسة وأتمنى أن أنت تفهمها زي ما أقولها لك دلوقتي بص يا سيد هديك أتب عندك في الكتاب بيقولك أن زيادة priorities هنا في الحاجات اللي نتزود ضربات القلب والانقباط القلب زيادة الكالسيوم في ال... تلاقيه كاتب في بصطب بيوقف بيعطل كل الميزيد החيز السائل اللي بيحيط بالخلال عضلية التقلال عن جول الخلاف القلب دي فأكيد السيستول بتاع القلب أو الإنقباط بتاع القلب يا شباب هاو السيستول بتاع القلب هيبقى إيه هيقف هيعتمم في متى حاجات فهو بديك الحتة دي شباب كتأثير بس يبقى زيت الكالسيوم برا بيقلل السيستول أو بيوقف السيستول وعلى عكس بقى تبقى أنت عارف على عكس بالزبط لو أنا شلت ريموفال يعني إزالة لو شلت الكالسيوم ده من برا من السيستول في باد هيعمل إيه بقى هيوقف القلب بس في الضيستول عشان تفهم الحتة دي والحتة دي يعني محتاج شرحة أكتر من كده فأنا مش هستزيد عن كده يعني ده اللي يهمني ده مش هجيلك يعني مش هجيلك في الانتحان يقولك هو ده بيعمل كذا ببناء اعمل بس العوامل دي كلها على بعضها وأرفل العوامل دي كلها على بعضها شكرا 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 شكرا